طيب بسم الله هنبدأ ان شاء الله دلوقتي في رابع مجموعة عندنا اللي هي Classless Network Methods ماشي؟ هو يعني ايه Classless Classless يعني مش معتمدة على Class معين يعني انا بقسم النتورك اللي عندي ولكن ما بعتمدش على Class A ولا B ولا C ولا دي زي ما احنا اتفقنا في l-A في الفيديوهات اللي فاتت يبقى تاني يبقى انا عندي طريقتين للتأسين طريقة Classful واتفقنا اللي هي عاملة زي في التأسين ورجعنا لها كتير قوي بغاية لما حفظناها A و B و C و D و E وعرفنا الشكل ده هو اللي هي طريقة التأسين اللي وسط ID هياخد كام والنتورك ID هياخد كام في كل واحدة منهم واخدنا مسائل عليهم يبقى دي الطريقة دي كيت اسمها Classful Network Methods الطريقة التانية Classless من اسمها ما بعتمدش على Class تمام؟ طب وما اللي بعتمد على ايه؟ بقسم النتورك اللي عندي ازاي؟ بقسمه بحاجة اسمها ال-VLSM ايه ال-VLSM ده هي Variable Lens Subnet Mask Variable Lens Subnet Mask يعني انا بقسم النتورك اللي عندي لمجموعة من السب نتورك ولكن متغيرة في الحجم يعني ايه متغيرة في الحجم؟ يعني انا ممكن مثلاً هقولك حاجة ناخد مثال والمثال ده هيوضح كل حاجة انت دلوقتي Administrator عندك اربع اقسام فور دبارمتز ماشي؟ اللي بيقولك ان السيلز قسم المبيعات وكده عايز مية وعشرين كمبيوتر قسم ال-Development محتاج خمسين كمبيوتر قسم ال-Accounts محتاج ستة وعشرين كمبيوتر وال-Management محتاج خمسة كمبيوتر انا محتاج اقسم النتورك اللي عندي علشان اخلي يعني اوزعها الاجزاء ادي مثلاً المية وعشرين كمبيوتر ده هوض ادي لها جزء كبير شوية وقدي الخمسين ده جزء تاني ولكن اصغر من الاول اصغر من الاول اللي بقى فيه variable lens اللي بقى دهوت مش حاجة سابتة ما بقطعهوش بشكل ايه؟ بشكل سابت لا ده انا بقطع على حسب الحاجة قال لي انه هو محتاج مية وعشرين فانا هدي سابنة ماسك يكفيه تمام؟ طيب قال لي انه هو محتاج خمسين هدي له ايه برضو؟ جزء كده من الشبكة يكفيه ال-26 هدي جزء ايه كفيه والخمسة هدي جزء ايه كفيه وبالتالي انا يبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي نتورك نتورك دي انا عايز اقسم مش ان عندي عدد معين من الودخ انا ممكن اوزعه صح؟ اللي هو مثلا vais�� انا عندي 55 new round انا عايز اوزع المقرة 55ieran سابنةورك لكل جزء انا اروز ا versión يميل سابنةورك لـ 120 اروز ا hormسة سابنةورك للـ 50 اروز اريز او ان sapنتورك26 والسابنةورك للـ management تمام؟ طريقة التقسيم ده هي فايدتها ايه اصلا يعني ليه ما تقوليش مثلا طب يا عم ما توزع وخلاص كده هو انت لازم تقعد تقسيمها هقولك بردو نرجع لفكرة ان التقسيم بيخلي الموضوع اكتر تخيل هقولك حاجة انت دلوقتي موظف وعايز تدور على الكمبيوتر مثلا بتاع الايه بتاع الايه نقول مثلا السيلز لو كله على بعضه يعني لو السيلز على على المانجمت بتكلم عن المثال ده على المانجمت على الاكاونت الموضوع هيكون صعب شوية اللي انت تلاقي الكمبيوتر بتاعك صح الا لو بقى ايه في قسم خاص بالمانجمت في قسم خاص للكزا في قسم خاص بلكزا نطبق بقى الموضوع ده عالكلام اللي هنا انت دلوقتي عايز تقسم النتورك عندك ساب نتورك عشان تخلي لكل قسم لول ساب نتورك الخاصة به تمام علشان لما انت تيجي بقى التعاملات في الشبكة وكده بيبقى الموضوع اكتر تمام اللي بقى نكمل يبقى الـ variable lens subnet mask subnet design uses more than one mask in the same network معنى انه هو بيستخدم اكتر من الماسك في الساب نتورك اللي انت بتقسم في النتورك سوري اللي انت بتقسم النتورك المجموعة من الايه من الساب نتورك تمام طيب which means more than one mask is used for different subnets of a single class A B C او اي نتورك مليش دعوة بقى بالكلاس اللي عندي سو انت عايز تقسم بقى من A او B او C انا مليش دعوة الكلام ده ولا يهمني class انا يهمني طريقة التأسين بغض النظر عن class بغض النظر عن اي حاجة ماشي طيب ده بنعمل الكلام ده ليه increase the usability of subnet يعني نخلي الساب نستخدمها افضل يعني علشان وننخليها variable size ما خليهمش كلهم زي بعض يعني هقولك حاجة انت دلوقتي لو قديت لكل جزء يعني ايه لو قديت لده مثلا هقولك حاجة انت لو قديت لده هو ده جزء مسلا ثابت وده برضو جزء ثابت وده جزء ثابت وده جزء ثابت طب هقولك حاجة انت قديت ده مثلا جزء كبير علشان هو كم محتاج عدد كبير من ايه من الكمبيوترات صح؟ طيب ده هوت محتاج خمسة بس هتدي نفس معقولة تدي نفس الجزء اللي انت قدته المية وعشرين مش منطقي انت محتاج تديه حاجة على قده صح؟ علشان ما يستهلكش كل الايبهات الباقي يديات حال الفاضي ماشي؟ وبالتالي انت بتعمل بتقسم ال 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 اللي عندك بشكل ايه بشكل متغير ماشي؟ ما بتديش ان كله كده كله ياخد مسلا اربعة وستين كله ياخد اربعة لأ طيب تعملش كده ماشي؟ طيب حلو اللي انت كده بتعمل subnet심؟ ايه غ OF. someplacemm in variable length subnet mask, subnets use block size based on requirements اوibal اكذ اووو تلك تأوو ك markers بنوزع subnets بناء على ال 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 properties بتاعة متعمل المثال اللي عندك صح؟ بقى انا بشوفة الرو firefighters الاول بشوف هو محتاج كام مسلا حاجة لقسم المبيعات وكام حاجة للقسم ال develop لكم حاجة وعلى اساسها بعمل subnetting تمام واضحة الحتة دي بشوف الريكوارمنت اللي الادمينيستريتور بيحتاجها وبعدين بعمل بتاعييه النتورك حلوة قوي طيب سيبك من الجدول ده ما حبيتش الجدول ده واسيبك من الكلام ده برضه ما حبيتهوش خلينا نشوف الجدول ده هو الخلاصة ماشي الجدول ده هو خلاص الموضوع كله مبدئين هو حفظه ما فيش اسهل منه خالص ماشي انت هتعمل جدول هل ل Hugo ei في ثلاث صفوف اول صف واحد اضرب اثنين اثنين اضرب اثنين اربع اضرب اثنين اثنين اضرب اثنين 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 أثنين اثنين اثنين أثنين L upon 256 اخذ ال 256 معكو. انت جاي هنا في الهوس 56 احاذ Lос fp 266 تقسم على ال 228 164 L upon 61 ماشي يبقى حد عنده مشكلة في دي ما اعتقدش خالص تبدأ من ال واحد تدرف اثنين توصل ال L77 56 بترجع بتقسم على الاتنين. هعتقدش اني فيه مشكلة. نبدأ تقسيم صدمة ماسك من الاول سلاش اربعة وعشرين سلاش خمسة وعشرين سلاش سستة وعشرين سلاش سلاش كم؟ اتنين وتلاتين. ماشي? حلو قوي الكلام ده. نبدأ بقى نحلل ايه? المسألة اللي عندنا. احنا دلوقتي عايزين نقطع الاي بي اللي هو جايبهولي. فين الاي بي اللي هو جايبهولي بقى في المسألة? اهو. واحد تسعتين واحد ستة تمانية واحد صفر سلاش اربعة وعشرين. طيب. بسم الله. نخليها فيديو تاني. طيب. عشان نكون جاهزين اكتر. ابقى الفيديو الجاي هنعمل ايه? هنقطع الاي بي. دهوت. ماشي? ليه? على حسب الحاجة. باستخدام اي جدول? باستخدام الجدول ده. طيب.